يعني حابين حياتك تكلمنا عن ملتقة توظيف اللي إن شاء الله يكون يوم 29 أغسطس اللي جاي مين الشركات المشاركة فيه أو يعني إزاي هنوفر كل فرص العمل زي هو في البداية سعيب بالوجود معكم إن شاء الله هو الملتقة إن شاء الله يوم 29 ثمانية إحنا بنجهز له بقالنا فترة كان فيه ملتقة عمل نالزة والهمم كان مختص بيهم بس في اتنين ثلاثة وبالفعل إن إحنا الحمد لله الناس اللي تقدموا كلهم يتعينوا وأعلن أسمائهم على صفحات الوزارة ودي بتاعت سابقة مهمة في عهد سيارة الرئيس ومعالي الوزير حتى انشحاتها إن المصدقية والشفافية مع المواطن إن إحنا نعني الأسماء الناس اللي تعاني في المنشآت فكان دي سابقة اعتبر بالنسبة لنا فيها شفافية مع المواطن نفسه بحس فيه بقى فيه سيكة وبنبني معاك دار سيكة فبناء عليه كمان بتدينا نجهز ملتقل لجميع الشباب من الشباب من الجنسين هيبقى فيها حاجات خاصة بالخدمات البيئية والهندسية ومجالات السياحة من حول عشر تلاف فرصة وثلاثة وسبعين منشآة هيبقى فيه جامعة الخصوصات المهندسين مدرسين في جامعة الخصوصات عظيم عندنا حاجات مهنية عمال فن انتاج عمال مدخل بيانات يعني جميع المهنة دي موجودة عندنا الحمد لله خلال الفترة دي كنا بنجهز له هل بيشترط تخرج سنة معينة مثلا؟ هيكلها مؤهلات المتوسط أول لا مش حاطين سن محدد مش حاطين سن يعني تخرج السنة دي أو من عشر سنين فاتنا؟ لا لا عشر سنين الموضوع متاح للجميع يعني احنا بنحاول ان احنا نحط الناس كلها في إطار تعالى تقدم فيه فرصة موجودة فيه فرصة حقيقية موجودة وديه المهمة بالنسبة لنا ان نبقى فيه فرصة موجودة حقيقية الناس تخص ان فيه حاجة فعلا بتتقدم لي وحاجة موجودة على الأرض الواقع مش حاجة وهمية الملتقيات التوظفية دي ممكن كانت بتتعامل من فترة لكن بقينا نشوفها مؤخرا بشكل كبير هل الشباب النهاردة عنده الثقافة دي فاهم الملتقيات دي بيقدم فيها؟ لا فيه الملتقيات دي موجودة بقالها فترة يعني اثناء تولية فأسوان عملت الملتقي دوت وبالفعل كان فيه شباب كتير قدمت وبرضه نفس الموضوع يتقدموا وأعلننا عن الأسماء وفي فترة دي الناس بقى فيه توعية للشباب الشباب كان عندها عزوف شوية عن موضوع الملتقيات تحس انها وهمية وشو فأصبح موضوع بالنسبة له أنا هروح أقدم بس مش هشتغل ده حاجة شو لما يكون فيه ملتقيات مع الشباب يحس ان اسمك هينزل لانت تعينت في المكان الفلاني في المنشأة الفلانية يعني بعض الناس كتبت على موقع الوزارة في المنطقة اللي فات لما الأسماء نزلت ياريتك كنت روحت طيب قدامك الفرصة فاحنا دلوقتي عتحنا الفرصة في منطقة والفرص موجودة وتعالى أقدموا فيه لينك هتقدم عليه قبل ما تيجي كمان وبعدين ثقت إيه لحاطيك بتتكلم فيها يعني مثلا ما يكون داخل على موقع الوزارة الوزارة الموقع الرسمي بتاع الوزارة محتاج ثقة إيه أكتر من كده يعني ده أنتو ساعات في بعض الناس بيلقوا لينكات كده للتسجيل على سوشيال ميديا سجل وظيفة معرفش إيه ويبقى داخل عشان ياخد بياناتك بس مش أكتر عشان يجمع معلومات عنك طبعا السيفي في كل تفاصيل حياتك ساكن فين ورقم تليفونك وابطاقتك وكل تفاصيل حياتك موجود في السيفي فأعتقد أنه ما فيش أكتر من كده ثقة أنه نكون بقدم في ملتقة توظيفي تابع لوزارة العمل المصري